ينضم إلينا من بيروت ناجي ملاعب المحلل العسكري والتراتيجي أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد ناجي دعني أبدأ معك من التهديدات الإسرائيلية فيما يتعلق برفح يعني عندما يقول اليوم نتنياهو في آخر تصريحات له نعمل على تأمين ممرات إنسانية ما مدى إمكانية ذلك وإلى أين يعني ما الخيارات المطروحة لنقل مليون ونصف مليون لاجئ طبعا يعني فلنتفق أن كما قال ناطق باسم صريب الأحمر الدولي بأن ضمن هذه الظروف من دون وقف إطلاق نار هذا الكلام عن ممرات إنسانية هو كلام فقط للاستعراض ولأمام الرأي العام العالمي فقط يعني ولكن إذا ما بحثنا نتيجة إلى أين إلى أين ممكن أن يكون ورد في خطاب في كلام نتنياهو أنه كلف مكتبه والجيش بإنشاء ممرات إنسانية قد تكون إلى الداخل في أماكن جرى تنظيفها هذا النوع من احتمال يعني ولكن ما هو منتظر هو الضغط باتجاه سيناء وباتجاه معبر رفح وهنا الموقف العربي الكامل والمصري ومن كل الدول العربية ومصر تحديدا أن هذا الموضوع لا يمكن يبدو أن هناك طرحا حصل منذ حوالي الشهر على لسان الرئيس السيسي بأن صحراء النقب كبيرة وممكن أن تستوعب عمليا اللاجئين الفلسطينيين في أرضهم في أرض النقب ممكن أن يستوعب النقب هذا حتى تنتهي العملية الإسرائيلية يعني هذا كلام إذا ما أدرج على الواقع ولم يتكلم به أحد من قبل الآن ممكن أن يكون هذا المعبر باتجاه أماكن مؤقتة في النقب حتى تنتهي العملية الإسرائيلية التي تدعي أنها ممكن أن يكون بعض أسراها أو قادة المقاومة موجودون في رفح وهذا أضغاط أحلام لإسرائيل لأنها طالما أنها دخلت من شمالي القطاع حتى جنوبه ولم تعثر على أسير أو لم تقتل أو لم تأثر أحد قادة المقاومة يعني أن كل عملها هو فقط الهدف هو الغير المعلن هو تهجيرها أو لا ولن ترضى إسرائيل باستخدام النقب لأنه أرض لديها تحتلو إسرائيل ويبدو أن الاتجاه باتجاه أن يكون هناك ضغط باتجاه مصر بأن تستقبل اللاجئين الفلسطينيين وهنا سيد ناجي مصر تهدد حتى بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل برأيكم هل تضحي إسرائيل بهذه العلاقة مع مصر وأن كان ذلك على المستوى السياسي هل يمكن أن نشهد على المستوى العسكري أيضا أي خيارات لمصر على المستوى العسكري في الاتفاقية الدولية التي تتكلمين عنها هناك مسافة هي 11 كم داخل قطاع غزة من معبر رفاح ممنوع تواجد إسرائيلي فيها يمنع تواجد إسرائيلي فيها يعني لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بعملية في رفح مهما كان السبب إلا إذا خرقت هذه الاتفاقية وخرق هذا الاتفاقية سننتظر ماذا يكون الرد المصري مصر اليوم حركت بعض الآليات إلى قرب المعبر يعني 40 آلية عسكرية ولكن هذا ليس الرد المنتظر أعتقد يعني هي نوع من رسالة فقط أننا نحن موجودون لمنع تسرب أو ضغط الأشقاء الفلسطينيين باتجاه سناء يعني عدم إخراجهم بالقوة ليس أكثر أما إذا كان فعلا يعني مصر والدول العربية وكل العالم اليوم عليه أن يتابع الأمور ويضغط على إسرائيل وعلى الويات المتحدة تحديدا بأن لا توافق على سياسة نتنياهو في هذا الاتجاه يعني ليس هذا هو الحل بطرد الفلسطينيين من أرضهم هذا ليس الحل وأعتقد أن الجامعة العربية وحتى اللقاء الذي حصل في الرياض لكافة الدول الإسلامية والعربية وأرسل رسالة منه إلى كافة العالم بأن الموضوع فعلا إذا كان تهجيرا هو موضوع خط أحمل الأردن وقف هذا الموقف مصر وقفت هذا الموقف وأعتقد أن هذا الموقف يجب أن يؤثر على القرار الدولي بمنع إسرائيل بأن تتخطى حدودها سواء هذه الاتفاقية أو حتى تهجير هؤلاء الأشقاء الفلسطينيين برأيك سيد ناجي ما مدى إمكانية إسرائيل فعلا تنفيذ هذه العملية العسكرية في رفح في ظل المعطيات الحالية حتى الساعة الرفض المصري الرفض الدولي عدم الحصول على ضوء أخدر أمريكي ورفض أوروبي لذلك إضافة إلى مليون ونصف مليون نازح لا حل إلى أين سيتجهون لا حل لدى إسرائيل لهم في هذه الأثناء وخلافات بين هيئة الأركان ونتنياهو نظرة مختلفة لما يجب أن يحصل على الأرض إلى أي مدى يمكن لإسرائيل في ظل كل هذه المعطيات أن تنفذ هذه العملية إسرائيل لا يعنيها الخلافات الداخلية نحن ممكن أن نحسب حساب الخلافات الداخلية إسرائيل هي حكومة يمينية نالت معظم الشعب الإسرائيلي موافقة عليها وبالتالي لا مجال الاعتدال بإسرائيل طالما أن تعتبر أن هذه الحرب هي وجودية لها كل ما يحصل هو قرار أمريكي القرار الأمريكي هو الأساس إذا ما قالت أمريكا أننا لن ندعم هكذا عملية فهذه العملية لن تحصل ولكن إذا ما تابعنا التصريحات الأمريكية هناك تصريح بأن هذه العملية إذا كان لابد منها يجب احترام عدم قتل المدنيين يعني هذا الكلام الأمريكي هو ضوء أخضر لإسرائيل أعتقد كما كان ضوء أخضر لإسرائيل في السابق ودائما تقول الولايات المتحدة عليكم احترام المدنيين أين احترام المدنيين وكيف احترام المدنيين لا يقيم اعتبار يبدو أن هناك قرار أمريكي بمتابعة إسرائيل هذا الموضوع ويبدو أن هذا الهدف غير المعلن الهدف المعلن هو تبادل أو الحصول على الأسرة الهدف المعلن قتل قادة حماس لن تستطيع إسرائيل قتل قادة حماس لن تستطيع الحصول على الأسرة طالما أن غزة تحت الأرض هي أكبر بكثير وما زالت صامدة تحت الأرض أكثر من فوق الأرض وبالتالي وجود إسرائيل في هذه المنطقة أمنيا صعب البقاء وصعب المحافظة عليه للاستنزافها لذلك أعتقد أن العملية ممكن أن تستمر وتنفذ إسرائيل هدفها غير المعلن بالتهجير سيد ناجي على صعيد آخر مثلا صحيفة هاراتس تتحدث اليوم أنه لا موعد محدد لهذه العملية والتسريبات تهدف للضغط تزامنا مع المفاوضات إلى أي مدى تتفق مع مثل هذا الطرح وإلى أي مدى يمكن أن تكون فعلا ما يخص رفح هو ضغط باتجاه المفاوضات وإلى أي مدى يعول اليوم على الاجتماع يوم الثلاثة في مصر بين رؤساء المخابرات السيايئي الأمريكية برأيكم هل من حل قريب تهدي أقارب قبل أن يتم شن هذه العملية في رفح يعني حضر وفد مصري إلى إسرائيل قبل هذا الاجتماع وبالتالي عين مكان هذا الاجتماع ولكن إسرائيل ما زالت تماطل ما زالت تماطل كسبا للوقت تعتقد أنها عسكريا تستطيع الوصول إلى أهدافها والمماطلة موجودة فلنعود الاتفاق لطار في باريس ما تنعقد منذ حوالي أسبوعين ماذا استجد؟ لا شيء القرار الإسرائيلي ما زال متمسكا به عدم الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار كما تطلب حماس لذلك كل هذه الاجتماعات هي فقط لتبادل أسرى ممكن أمام الضغط الأمريكي والضغط الدولي لتبادل بعض الأسرى ولكن العملية مستمرة وهذا الموضوع هو كسبا للوقت فقط وإسرائيل ما زالت مستمرة بعمليتها طالما أن لديها غطاء أمريكي فلنفترض إن كانت مناورة ما الخيارات اليوم أمام الطرفين ما الخيارات أمام إسرائيل وأمام حركة حماس لعدم الوصول لتهديد مليون ونصف المليون في رفح الخيارات أن تردخ إسرائيل للدخوط الدولية تردخ الوئات المتحدة للدخوط الدولية وتوقف إطلاق النار كل الإعلام الأمريكي يقول وقف إطلاق النار بشكل كامل حتى الإدارة الأمريكية هناك ضجة داخل الإدارة الأمريكية هناك العالم كله مجلس الأمن كل العالم محكمة العدل الدولية إذا كل ذلك لا تقيم له اعتبار الولايات المتحدة أعتقد أن إسرائيل ستتابع عملياتها وتهجر ويعني الموضوع تضغط على مصر وعلى الأردن ما يجري في الضفة خطير كما هو موجود في غزة في الضفة يدخلون لاعتقال عنصر تدخل معه جرافات لإزالة أبنية ويدخل المستوطنون يسلحون كذلك لقدم أراضي جديدة في الضفة الغربية وبالتالي لتهجير أهالي الضفة باتجاه الغردن يعني هذا الضغط الكبير باتجاه الأردن والضغط باتجاه مصر يبدو أنه ممكن أن يكون هذا الهدف غير المعلن وهو ما يطبق على الأرض أشكرك من بيروت ناجي ملاعب المحلل العسكري والستراتيجي